كتب أحد الأخوة العزاء واسمه محمد ولكن يسمي نفسه سيمو كراتوس يقول أستاذ أحمد أنا آسف لقول ذلك لكنها في اعتقادي المتواضع هي الحقيقة المرة وسألخصها لك في شكل نقاط كما أراها وكما تعلمتها من الطلاعي البسيط على دروس التاريخ واحد كل شخص يأتي بمثل ما أتيت به إلا في حالات نادرة تتاح له فيها قيادة التغيير عندما تواتيه الظروف الموضوعية أن يأتي فيه في زمن تكون فيه الشروط التاريخية قد نضجت لإحداث التغيير قلت باستثناء هذه الحالات النادرة فيكون مصيره كل شخص يأتي بمثل ما أتيت به سيكون مصيره يعني إما الإغتيال السياسي والمذهبي القتل لا قدر الله بشكله المادي لإسكات صوته وإما الإغتيال الفكري عبر نبذه ونبذ فكره الذي يبقى فكرا نشازا حتى تتهيأ ظروف التغيير فيتم نفذ الغبار عنه وإحيائه كرمز للتغيير اثنين أنت حين تتحدث إلى الحوزة أو إلى المراجع أو القامات العلمية أو المعرفية المرتبطة بهذه المؤسسات فأنت تتحدث إلى نموذجين من البشر النموذج الأول هم أشخاص مؤدلجون منغلقة أقولهم وأعينهم وأسماعهم على ما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم ويضعون على أعينهم نظارات أيدلوجية يرون من خلالها العالم بلون زجاجات النظارات وغير مستعدين لقبول فكرة أن لون العالم ليس هو ما يشاهدونه وإنما ذلك هو تأثير لون الآيدلوجية التي يعتنقونها ويؤمنون بها هذا النموذج الأول والنموذج الثاني هم أشخاص غارقون في شبكة معقدة من المصالح المادية الصرفة والمصالح الرمزية مثل سلطة سياسية أو علمية نفوذ اجتماعي وسياسي وثقافي ومكانة اجتماعية اقتصادية ثقافية وبالتالي فحتى وإن كانوا يعرفون الحقيقة فليس من مصلحتهم تصديقها أو حتى الاعتراف بها أو حتى نقاشها لأنها ببساطة تهدم مصالحهم وتمثل لهم تهديدا وجوديا فما يقبلوها النقطة الثالثة بالنسبة لك كباحث أكاديمي قمت ببحث وخرجت بنتائج أكيد لها ما لها وعليها ما عليها شأن أي بحث بحث بشري فهو ليس مقدسا في آخر المطاف لكن عندما ينصب البحث على المقدس ويشكك في أسسه ويحاول هدمه فهو يفقد كينونته كبحث ألمي تتم مناقشته بضوابط ألمية معرفية بحتة بل يتحول إلى عدو يجوز التعاطي معه بشتى الطرق حتى الأكثر إجرامية وظلامية لأنه لا يبقى مجرد عمل ألمي معرفي بل معول يحفر قبر مؤسسات قائمة لها جذورها في السياسة والاقتصاد والمجتمع بل وحتى في الموروث الثقافي والمخيال الجمعي لفئات عريضة من الناس تربت ونشأت بل ومات آباؤها وأجدادها في سبيل تلك المعتقدات وهي تعتقد يقينا في صوابها لأن غير ذلك يعني أن تقبل بالضياء ولذلك فتغيير هذه المعتقدات يحتاج إلى أكثر بالمجرد بحث ألمي بل إلى ثورة اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية لتغيير أسس العالم القديم واستبداله بأسس العالم الجديد الذي تحاول بنائه ومثل هكذا مشاريع تواجه غالبا أو تواجه غالبا الفشل في بدايتها حتى من طرف الأنبياء وكبار الزعماء الخلاصة أثمن استماعتتك في الدفاع عن مواقفك وقناعاتك وأتمنى صادقا أن تكون قد أتيت في زمن التغيير لكن شيئا واحدا تيكن منه أن الحقيقة حتما ستظهر وستطفو وتمسح كل الأفكار الظلامية وترمي بها إلى مزبلة التاريخ أما الحوزات والمراجع فأمامهما خياران إما أن يكون رافعة وقاطرة لهذا التاريخ وتغيير وإما فإن كل أناديهما ومكابرتهما ليست سوى حفر حثيث لكبرهما في مزبلة التاريخ هذا كلام صحيح يعني بصورة عامة ولكني أختلف مع الأخ محمد سيمو كيراتوس في أنني جئت مو في الزمن المناسب إنما بعد الزمن المناسب وأن هناك فعلا في المجتمع الشيعي العالمي يعني في كل مكان هناك ثورة فكرية ثقافية سياسية جذرية وهي الانتقال من فكرة التقية والانتظار انتظار الإمام الثاني عشر وتحريم العمل السياسي وبناء الدول والمشاركة في الحكومات هذا كان فكر قديم سادة ألف سنة على الشيعة ولكنهم منذ أقود إذا لم أقود منذ مئة عام تقريباً أو أرجع حتى قبل ذلك الدولة الصفوية وقيام الدولة الصفوية برغم كل الملاحظات السلبية التي عليها كانت عمل إيجابي غير عقل الشيعة وخلوا عالم مثل الشيخ علي عبد العالي الكركي أن يقول بنظرية نيابة العلماء عن الإمام المهدي هي كانت تخريجة لإضفاء شرعية على هذه الدول والانتقال من مرحلة التقية المطلقة اللي كانت قبل ذلك التاريخ قبل خمس مئة سنة يعني إلى القبول بقيام الدولة ثم بعد فترة يعني من بداية القرن العشرين أو آخر قرن التاسع عشر حدثت أيضا حركة ثورية وهي الحركة الدستورية التي قالت يجب أن نقيد الملوك والحكام ونعصمهم حتى لا يوقعوا اتفاقيات خيانية أو يقوموا بأعمال غير شرعية فالحركة الدستورية هي حركة في عمق المجتمع الشيعي وكانت هذه الحركة في إيران والعراق ويقودها المرجع الراحل الشيخ الأخند كاظم الخراساني ثم حدثت أيضا بعد ذلك حركة حزب الدعوة في ثواني وخمسين في بداية الستينات أنه نحن نعمل من أجل إقامة دولة وهذه دولة تقوم على الشورى وعلى الانتخابات هذه حركة رغم أنه أجهضت في مهدها من قبل المرجعية في النجف في الستينات ولكنها كانت تطورت بعد ذلك إلى أن جاء الإمام الخميني في 1969 فألقى محاضراته حول ولاية الفقيه وضرورة إقامة الدولة في عصر غيبة وعدم جواز انتظار الإمام المهدي ألاف السنين ربما لم يغضر بعد ألاف السنين فأحنا لازم نغير عملنا هذه كانت نقلة كبيرة وبعد عشر سنوات قامت الجمهورية الإسلامية الشعب الإيراني ثار وطالب بإقامة جمهورية إسلامية ثم تطورت حتى هذه الحركة في العراق وقبل المراجع وقبلت الحركات الإسلامية والشعب العراقي أموما بالنظام الديمقراطي بالديمقراطية يعني هذه كلها تطورات جذرية في الحقيقة حاصلة وأني إذا أجيت انتقدت الفكر الإمامي أو انتقدت فكر ولاية الفقيه مثلا في جانب من عنده فإنما يعني من أجل تطوير هذه الحركة الموجودة عمليا على الأرض الظروف الموقعية والتاريخية موجودة حاليا وأيضا من ناحية أخرى يعني من ناحية ذاتية الشيعة فكروا بإقامة دول لهم وترك نظرية التقية والانتظار والشروط المثالية للحكام أن الحاكم يجب أن يكون معصوم ومعين من قبل الله وكذا هذا مموجود فإذا خلينا ننتخب حكامنا ونجي نقيم دولنا هذه كانت يعني حركة ذاتية عند الشيعة وفي مقابل ذلك مثلا الفتنة الطائفية التي يأن منها السنة والشيعة تدفعنا إلى إلى محاولة مراجعة الفكر القديم طبعا الحركة الثورية التي حصلت الحركة الديمقراطية الدستورية الجمهورية حصلت في أموم الشيعة في كل مكان ولكنها كانت حركة منفصلة ولا تزال أيضا منفصلة عن الثقافة القديمة الثقافة الطائفية القديمة الإمام بالإمامة والإمام الثاني عشر وكذا صارت محاولة التفاف عليها كما فعل الدكتور على شريعته مثلا في كتابه الانتظار الإيجابي والانتظار السلبي أو الانتظار السلبي والانتظار الإيجابي يعني لفه على محاولة التهرب من هذا الموضوع وعدم بحثه بصورة دقيقة فظل الفكر التاريخي القديم موجود ولكنه غير مفعل وغير يعني موجود بالساحة وبعض مخلفاته موجودة في الطقوس وفي النفوس وفي الثقافة وفي بعض التقاليد الموجودة عند الشيعة إلى أن حصلت الفتنة الطائفية في العراق وغير العراق وخلت الناس فعلا يفكرون أنه كيف نخلص وننتهي وننجو من هذه الفتنة الطائفية هذا يدعونا أيضا إلى مراجعة تلك الثقافة القديمة الثقافة الشيعية الميتة الثقافة البائدة الثقافة غير موجودة حاليا يعني عمليا فهذا ظرف مهم جدا أنه نحن نوحد أنفسنا نوحد المسلمين يعني ونخلص من الثقافة الطائفية من التمييز الطائفي من النظرات الطائفية هي متبادلة يعني عند الشيعة مثلا بعض النظرات الطائفية وعند السنة نظرات طائفية مضادة إما يكفرون الشيعة مثل السلفية والوهابية أو أنه ينتقدونهم على أمور كثيرة هي من مخلفات الثقافة القديمة فأنا أعتقد بالحقيقة أنه الظروف مهيئة جدا وتدعونا وتلح علينا هذه الظروف التاريخية هناك خطوات كبيرة وجذرية حصلت في الثقافة الشيائية وفي المجتمعات الشيائية يبقى أن نتخلص من هذه الثقافة فالذي قمت به في الحقيقة هو مجرد قراءة وتأشير على التطور الحاصل في الفكر الشيائي لذلك أسميت كتابي تطور الفكر السياسي الشيائي من الشورى إلى ولاية الفقيه وكنت أمل وكنت أدعو إلى خطوة أخرى بعد ولاية الفقيه النظام الديمقراطي والديمقراطية من دون هيمنة المرجعية المرجعية تزال موجودة وهي من مخلفات الفكر القديم التطور الديمقراطي يضطرنا ويدعونا إلى تجاوز حتى المرجعية أنه يكون نظام مدني ما يكون نظام ديني يحكمنا ديني يعني بين قوسين ولهو مو ديني المرجعية ليست دينية المرجعية بشرية مدنية هي مدنية ولكن تضفي على نفسها طابع الدين وتلبس أزياء الدين الدين ما عنده أزياء ولكن هذا شيء معروف يعني عمامة ولحية وكذا وآية الله فصار هذا الدين يعني هو إنسان عادي ليس معصوم ولا معين من قبل الله فبحاجة إلى أن نقطع مسيرة جديدة ونواصل هذه المسيرة لكي نتقدم نحو الأمام نحو التحرر من الفكر السلبي القديم وتوحيد الأمة الإسلامية وتحريرها من السلطة المستفى الدين والطغاة وحتى المراجع الدينية ونأمل إن شاء الله إذا إحنا لم نوفق بتحقيق هذه المنجزات فإن شاء الله هذه الحركة مستمرة وحركة موجودة في عمق هذا الشعب وهناك وعي متزايد والحمد لله رب العالمين وسوف نرى يعني ثماره في المستقبل القريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة